شاهدنا كرام أهلا بكم رسمي باسم الحكومة أنه لا وجود لأي زيادة في أسعار غاز البوطان في الوقت الحالي جاء ذلك خلال الندوة الصحفية الأسبوعية عقبا عقاد المجلس الحكومي حيث أكد بيتس على عدم وجود أي زيادة حاليا في أسعار غاز البوطان مؤكدا أنه في حال تم اتخاذ قران برفع الأسعار سيتم إخبار الرأي العام به عبر القنوات المعروفة دون تحديد سقف زمني لتطبيق الزيادة المبرمجة وكان من المتوقع أن يتم شرع في تطبيق أولى الزيادات المقررة في قلنة الغاز البوطان من فئة 12 كيلوغراما كما صرح بذلك رئيس الحكومة في البرلمان لينتقل سعرها من 50 درهم على أن تليها زيادتان أخرية في السنتين المقبلتين ليصل سعرها إلى 70 درهم في سنة 2026 ولم توضح الحكومة إلى حد الآن سبب تأجيل تطبيق الزيادة المبرمجة على غاز البوطان التي تأتي في إطار الإجراءة الحكومية الرامية إلى تقديس نفقات صندوق المقصة مقابل تقديم دعم المال مباشر لفئة الاجتماعية الهشة اشترك لفئة الواقع ترجمة نانسي قنقر